اهلا ومحبا بكم عزيزي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشر سكايو حديث مواقي ربما واحد من المراكز المهمة في صراعات الهوية في العراق منذ عام 2003 لحد الآن هي محافظة ديالة يعني لا أقول إنها المهمة لوحدها لكنها من المهمة حقيقة صراعات الهوية شملت العراق كله لكن هذه المحافظة لها خصوصية خاصة المحافظة مثلما تعرفون المحافظة ديالة تبعد عن بغداد نحو 57 كم إلى الشرق من بغداد الغالبية العظمى من سكان هذه المحافظة من العرب السنة وفيها طبعا من الأكراد والتركمان فيها شيعة فيها فيها كل هذه التلوع موجود مثل حال العراق لكن هذا واقعها منطقة زراعية أهلها يعني يعرفون بالزراعة البساتين لهم بساتين برتقال ورمان وغيرها من نخيل هذه المنطقة تعرضت إلى هجمة شريسة طوال هذه السنوات من عام 2003 لحد الآن بتخطيط وإدارة وتنسيق وإشراف وتنفيذ إيراني مشكلة ديالة واحدة من المناطق التي تعتبرها إيران لأنها على الحدود العراقية الإيرانية تعتبرها إيران مساحة التمدد باتجاه بغداد فلذلك يجب السيطرة عليها يجب أن تكون ساحة مهيئة لها لذلك تركت عليها ضباعها من الميليشيات اليوم الحديث يكثر عن المغدادية وما يحدث في المغدادية من تهجير هذه القضية لمن يعتقد أنها جديدة هي ليس جديدة هذه العمليات منذ عام 2003 منذ ظهور الميليشيات لحد اليوم هي عمليات التغيير الديمغرافي والتغيير السكاني جارية في ديالة بنحو مستمر وممنهج وإيران مثل ما قلنا تشرف عليه وتخطط له وتشرف عليه وتنفذه بأدوات الميليشيات التي ولأها لها وخاصة بدر وغيرها من هذه الميليشيات وجرت عمليات كثيرة طوال هذه السنوات الماضية من إعدامات فورية من قتل من تنكيل من تهجير من حرق للبساتين من حرق للمزارع من إجوار السكان قصريا على الهجرة بدعاوة كثيرة وربما كانت قبل ذلك القاعدة واليوم داعش واحدة من المبررات الشماعة التي تتخذها الميليشيات إيطاء لها للتحرك ضد هذه المناطق ربما علينا أن أتكلم كثير من الأمثلة لكن في عام 2016 هي ربما واحدة من الأمثلة القريبة عندما تم بعض التفجيرات ودخلت الميليشيات في المقدادية حرقت المساجد أغلب طبعا المقدادية قضاء قضاء هو المقدادية غالبيت العظمى من العرب والسنة أهل المقدادية لديهم بساتين البرتقال والنخيل ومزارع يزرعون بها يعني محاصيلهم تعرضوا إلى نكبات كثيرة في عام 2016 مثل ما قلت ومدينة مش تهرب بالمساجد كثير بها والمساجد كلها أحرقت أو دمرت تم تفجيرها من قبل الميليشيات وقتل الناس عدامات فورية بالشوارع تصفيات واغتيالات وتهجير وتنكيل وتغيب وقضية كبيرة جدا جدا ويومها أثرت الكثير من الأسئلة وكنا نذكر العبادي كان في وقتها رئيس الوزراء وذهب لزيارتها وكان رئيس البرلمان في وقتها أيضا ذهب إلى إلى زيارتها وكذبة كبيرة استعراض ليس أكثر والناس تحملت الضيم وهجرت اليوم تعاد نفس القضية لذلك أنه قلنا الصراع في في محافظة ديالة صراع يعني واحدة من المراكز المهمة لصراعات الهوية هناك تصميم على تغيير ديمغرافي تغيير سكاني تهجير سكان وحلال غيرهم بدلا عنهم وأخذ كل ممتلكاتهم هذه العملية ومنهجه بإشراف إيراني بحت هذه المسافة التي تفصل من الحدود العراقية للحدود إلى بغداد يجب أن تكون أرض مفتوحة لإيران يجب أن تكون أرض مؤمنة لإيران لا تنشغل بها إيران وأرض موالي لها بالميليشيات لذلك تم يعني اعتبارها أرض محروقة هكذا يتصرفون مع هذه الديالة وجرت عمليات كثيرة حقيقة اليوم نستمع إلى يعني يعيدة قضية المقدادية مرة أخرى يعني هي لم تتوقف الحقيقة لكن الآن وثرت بشكل قوي أيضا قالوا أن داعش وفجرت في إحدى القرى وهي من مذهب وإذا بالميليشيات تذهب إلى قرى أو المقدادية لأنها من العرب والسنة التي تنتقل منهم والعملية كنها مبيتة ومخطط لها بشكل قوي وبدأت ضرب الهاوانات على البيوت حرق البيوت الدخلة وهجمة كبيرة وشريسة من الميليشيات حرقوا البيوت اغتيالات في الشوارع اعدامات مباشرة تهجير قصري للناس اعتداء عليهم السب الشتم حرق سياراتهم حرق معاصلهم حرق مساكنهم تهجيرهم دفعهم خارج المنطقة للسيطرة عليها بشكل واضح جدا وهناك من العشائر مع الأسف الشديد من يدعي أنهم من العشائر العراقية بدأوا يتحدثون بلغة غريبة عجيبة يعني يتحدثون حديث الميليشيات الحقيقة وهم ميليشيات وليسوا عشائر حقيقة العشائر العراقية لا تفعل ذلك والعشائر العراقية يعني كانت دائما لحمة وطنية تشكل لحمة وطنية ولا تدعي أنها تميل لهذه الطائفة أو تلك الطائفة كانوا كلهم تحت راية عراقية لكن الهوية العراقية في صراع في ديالة الهوية الهوية الشاملة الهوية الجامعة في صراع مع الهويات الفرعية هذه الرايات الصغيرة وليتبنىها البعض ويدعون أنهم عشائر يقولون أنه يعني علينا تجريف البساتين وتجريف المزارع في المقدادية وما يحيطها لكي نتجنب الإرهاب والإرهاب يعني ربما تحدثنا في ذلك أكثر من مرة والعالم يعرف تفسيراته كثيرة ومن يمارس الإرهاب تحت مضلة الحكومة وتحت مضلة الأمريكان هذا غير إرهابي ومن يفعل أي فعل آخر أو لا يفعل حتى تفعله جهات معينة و يعني يقولون أنها قد فعله زوراً وعدواناً يعتبرونها فعلاً إرهابياً ويجب معاقبة الناس ويعاقبون الناس بالشبهات بهذه الطريقة وليس وفق قانون وأحكام ورؤى وثوابت وهكذا تجري الأمور الحقيقة في المقدادية المقدادية يعني واحدة من العلامات البارزة لصراعات الهوير وطنية العراقية ربما الحديث في هذه الحلقة قد لا يكفي سنتحدث عن ذلك في حلقة أخرى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم